السلام لبنات كديرين لبس عليكم امركم مزيانة صحيح تكون لابس انت منها تكونوا كاملين باخروا على خير وتكونوا في احسن الاحوال معكم كيف العادة صحبتكم وحبيبتكم رابعة في فيديو جديد واليوم ان شاء الله جبت ليكم هادة تشليلة ولا هاد الغسلة كل واحد شو تيسميها بالنسبة لبنات اللي مديور ليهم تمارض البنات اللي طايحين عليهم يديهم وما قادرين يديروا حتى شي حاجة لشغول لخدمة لخروج عظامك كلهم تقال وفي نفس الوقت راه ما عندك حتى شي مرض تتعاني منه فشنو ما كان البنات السباب ديال هادة ماريض عين ولا سحر هاد الوصفة عتهنيكم من هاد الشي ما غادش يبقى الشرط انكم تديروها في هاد رمدان وصفة خاصة في هاد رمدان استغلوا البنات هاد الايام هادي وطبقوا الوصفة وتهنوا من تمارض وعتهنيكم البنات حتى من اللعكس اللي تيلقاكم في الامور ديالكم كاملة غاد يحيد وبطريقة سهلة غير تتبعوا معي الفيديو حتى الاخير ما تنسوش تديروا لايك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد ولما نطول عليكم البنات شنو تنحتاجوا لهاد الشليلة ديال اليوم اول حاجة تنحتاجوا لها البنات هي السابون البلدي بالنسبة للبنات اللي متوفر لهم السابون البلدي غادين يطبقوا به الوصفة وبالنسبة للبنات اللي ما متوفرش لهم البنات اللي في الدول العربية البنات اللي في الخارج وما عندهمش سابون البلدي وحتى البنات اللي في المغرب وما بغوش يديروا الصابون البلدي غادي تاخدوا الصابون ديالكم المفضل اللي تتدوشوا بيه او صابونة او اي حاجة انتو ما تدوشوا بيها غادي تاخدوا وتحقوه غادي تاخدوا الصابونة ديالكم اللي كتفضلوا وتحقوها مزيان في الحكاكة من اللي كتحقوها البنات تتاخدوها وتدرو عليها شي شوية ديال مزهر وتخليوها تفزق مظهر ولا غير شوية دي الماء ماشي مشكل المهم انكم تفزقوا هاد الصابونية هادي تخليوا تفزقها البنات وقد تاخدوا هاد المكونات كاملين اللي عندكور ليكم غادي نضيفوهم للصابون البلدي او للصابونة اللي حكيتوها وفزكتوها بشوية دي الموية او شوية دي المزهر اول حاجة البنات هي العرعار عندنا اخدوا شوية دي العرعار تاني حاجة الخزامة عندنا اخدوا شوية دي الحنة مدقوقة عندنا اخدوا شوية دي القرفة شوية دي الفاصوخ طريف دي الفاصوخ شوية دي الورد البلدي شوية دي السانوج هاد المكونات البنات كاملين العرعار الخزامة الحنة القرفة الفاسوخ الورد السانوج هاد المكونات كاملين كل حاجة عتاخدوا منها شوية البنات كل حاجة عتاخدوا منها شوية غتدروهم في شي طباس البيض وغتنجموهم ليلة كاملة البنات اللي معارفين شنجموهم يعني نحطوهم تحت النجوم نقابلوهم مع النجوم إلا عندكم سطح غتدروهم في سطح ما عندكمش غتدروهم في بالكو ولا في لاكور ولا في النافيدة يعني في السرجم مهم أنهم يباتوا مقابلين مع النجوم وخما يكونوا شو نجوم البنات خليوهم يباتوا تحت اسمة يباتوا ليلة كاملة بفهم علي يا البنات اللي تيباتوا لغدلي شنو تديروها البنات تتاخدوا هاد المكونات اللي ذكرت ليكم كاملة وتدوزوها في الطحانة تتطحنوا هاد المكونات ولا تتطحنوها في ما تدقوها في المهرز مفهوم يا البنات أن هاد شي كامل يتطحن هاد شي كامل اللي ذكرت ليكم هاد الأعشاب كاملة تكون مطحونة أو مدقوقة مفهوم علي يا البنات إلا الفاسوخ اللي غدت ما تتطحنوش والمكونات كاملة غدين تطحنوها بالنسبة للفاسوخ أي نوع عندكم ما كانش مشكلة أي نوع دي الفاسوخ غدين تطبقوا بالوصفة المهم من اللي كانت تحنوها البنات هاد شي كامل كانت نجموه وكانت تحنوه قدتاخدوا هادك الصابون البلدي اللي اخدينا في الأول أو الصابون المفضل دينا اللي حكينا يعني اللي حسب كل لوحدة فيكم شنو بغات ولو شنو متوفر عندها وغدتاخدوا هاد المكونات كلها وغدضيفوها لهذاك الصابون عدفوها للصابون البنات وغدين تعجنوها مزيان غير بيديكم غدين تعجنو ذك الصابون حتى يندمج مع هاد المكونات مع هاد الأعشاب هادي كاملة اللي طحنتو مفهومة البنات وبالنسبة للفاسوخ حتى هو عدضيفوه وتخلقوا كل شي بيديكم مزيان البنات عجنو غير بيديكم حتى يندمجوا آآ صابون مع هاد الأعشاب هادي وغدينديروا كل شي البنات في شبواطة وتسدوها وغدخلوا تدو شوى البنات تدخلوا تغسلوا في الحمام بالنسبة لهذا المكونات تقدروا تغسلوا بيها في الحمام ديال الدار أو في الحمام ديال الزنقة مكاينش مشكل غدين تغسلوا مزيان وتغسلوا شعركم وتسالي وحتى تكملوا الغسيل ديالكم البنات وعاد وتكبوا عليكم الماء عتخليوا هاد المكونات هي آخر حاجة مفهوم البنات آخر حاجة غديندوزوها على الجسم ديالكم من العنق البنات من العنق غديندهنوا هاد الصابون هادا من عنقكم حتى لرجليكم كاملين وحتى ظهركم البنات إلا لقيتوا اللي يساعدكم حتى ظهركم حتى هو دهنوا لي هاد الصابون هادا وغددهنوا الجسم ديالكم كله مفهوم البنات وتخليوا واحد المدة واحد عشرة دقايق تقريبا يبقى الجسم ديالكم يشرب هاد المكونات هادا وبالنسبة البنات مش غير تخلطوهم ودخلو بيهم للدوش او الحمام خليوهم يتلقوا شوية خليموا حد ساعة ولا ساعتين ولا نصف نهار المهم انكم مدخلوش بيهم في البلاسة مش غير تخلطوهم ودخلو الدوشو خليو شي شوية هادا كل مكونات يتلقوا في دك الصابون عددخلو تغسلو بيهم خليوهم البنات هما اخر حاجة وديروهم الجسم ديالكم ملدوز عشرة دقايق ولا خمستاش دقيقة غتكبو الماء للجسم ديالكم ومديروش فوقهم صابون البنات اخر حاجة غتديرو هاد شليلة هادي وتكبو عليها الماء وتخرجو مفهوم البنات المكونات وخات مشي في الماجاري ماشي مشكين المهم انكم مدخلوش تديرو منموراها شي صابون ولا جيل دوش ولا شي حاجة يبقوا هادو هما الاخرين البنات من اللي تبغيو تخرجو من الدوش من عنقكم حتى لرجليكم هادا الوصفة هادي حتى إلا كانت مارض بسبب العين البنات غادي يحيد وغتشوفو نتيجة غزالة ومع تبقى فيكم تشي حاجة ولعكس كله تيحيد لعكس الخدمة دي الزواج ديال اي حاجة وتشوفو حتى يسير واحد سهولة في حياتكم البنات اللي خادمين الوصفات ما تخافوش عليهم ما تيبطلش الخدمة لكن تخادمين شي وصفة ومخبينها رهام ما تتبطلش وبالنسبة لتوقيت ديال هاد الغسلة هادي غسلو في النهار ولف الليل ما كينش مشكيل في الصباح ولف العشية اي وقت بغيتو المهم انكم تخليوا ديك المكونات تندامج واحد شوية تفوت عليها ساعة ولساعتين عاد دخلو دوشو بيها يعني ماشي غير تصايبوها ودخلو دوشو غير باش تطلق شوية ديك المكونات وهادي هي الغسلة او الشليلة ديال اليومة بغيتكم البنات تطبقوها في هاد الايام اللي باقية من شهر رمضان وحيدو عليكم التماريض اللي ممردكم في حياتكم وهدا ما كان وبسلام عليكم تبارك الله عليكم انتلاقوا في الفيديو الجاي ان شاء الله